موضوعنا جميل في هذا الصباح لأن لازم الإنسان ينمي ذاته ويعرف نفسه أكثر وكثر لكن السؤال قبل أن نبدأ مع ضيفنا الموجودة في الستيديو عبد الرحمن لازم كل واحد يسأل نفسه ما كثير أنت تحب نفسه هو لازم يحب نفسه علشان يعطيه علشان يحس بوجوده في المجتمع وانت معه فلازم على قد نكون لدينا نسبة معقولة أن نحن نحب نفسنا وما كثير نقدرها وهل هي ستكون أولوية بالنسبة لك أم تقدير النفس وتقبلها مسألة تنعكس بصراحة على جوانب حياتنا وإذا تكتسب تقديراً لذاتك ولنفسك من الأشياء الصعبة ولازم نتلقاها من الآخرين ومن نفسنا أكيد طبعاً روان والحديث حول هذا الموضوع نرحب إلينا بالأستاذ بدر الياغوت مدرب تنمية بشرية صباحك الله بالخير بدر صباحك الله بالنور الله يسلامك خليك يا حياك الله عياك الله بدر قبل أن نرى هذا الموضوع أكيد بدر سنرى هذا التقرير ونرجعنا على المشاهدي عياك الله بدر معنا ومنورنا الله يسلامك خليك شاء الله شكتر مهم أن نعرف ونحب ذاتنا طبعاً أتكلم في موضوع حب الذات هو تقريباً مرتبط ارتباط كبير في تقدير الذات وتقدير الذات هي عبارة عن خلطة أو مزيج بين ثلاث أمور أساسية الواحد لازم يعرفها بحيث أن يقدر ذاتها صح الأمر الأول هو معرفة الإنجازات شنو نقصد معرفة الإنجازات؟ هي عبارة عن أن الإنسان كلما كان عنده إنجازات في حياته أكثر كلما زاد تقديراً لذاته أذكر في دورة تدريبية أطرح سؤال حق المتدربين يقول لهم اذكر لي عشر إنجازات أنجزتها في حياتك فالكل شوية يتوهج عشر إنجازات جنوهيد عطنا أقل شوية فقلوا كتولي عشر إنجازات فنلقى اللي يكتب إنجاز واحد وعلى استحياء أو اثنين أو ثلاثة وهذه الناس كبار يعني ماهم صغار من عشرين إلى خمسين سنة فلما يشوفوننا كاتبين ثلاثة أربع إنجازات يصبون بإحباط معقولة أنا طول عمري ثلاثين سنة ما عندي لها ثلاثة إنجازات فهني يصبون بإحباط فيكون يعني النادر ما نشوف أن الناس تكتب عشر إنجازات فأسألهم السؤال كم إنجازة أنجزتها فاللي يقول لي ثلاثة واللي يقول لي اثنين فقلت له مش نشعوركم أنتوا الآن عمركم ثلاثين سنة أو أربعين أو عشرين وانتوا أنجزتوا ثلاثة أربع إنجازات يقولوا أصبنا بإحباط كبير يعني ما حقولة هل عمر هذا كله قضيته واخشي عندي إنجاز إنجازين كم نترى قبل تصوم في الإحباط خلينا أعرف شنو هو الإنجاز بالضبط صحي معرفة إنجاز قلت له أنا يمكن باليوم الواحد أتعدى 100 إلى 200 إنجاز قال لي يلا عادي يلا من سبر ما يرى في موضوع يعني لكن هو مرتبط بمعنى الإنجاز بالنسبة لي شنو هو الإنجاز فالنجاز بالنسبة لنا شنو هو الإنجاز ما تراه أنت إنجاز وليس ما يراه الآخرون إنجاز فغالبا هو يحس أن الشي اللي يقولون عن الناس إنه إنجاز فهو إنجاز بالنسبة لي لا من قالها الحاجة هذا الإنجاز إن أي شيء أنا أسوي وأعتبره إنجاز فهو إنجاز خلأ أعطك مثال يعني واحد لو قوم صلاة فجر وروح المسجد صليها إنجاز أو هلأ إنجاز لو يفتح صفحة من كتاب من القرآن يقرأ إنجاز أو هلأ لو يقعد كرة الصباح إنجاز أو هلأ لو يروح الدوام يخلص مع مرات إنجاز أو هلأ لو يقعد مع أهله ويتغدى معاهم إنجاز أو هلأ إنجاز نحن نقعد نسوي إنجازات وايد حتى لو نروح الجم مثلا ننادي ونروح نلعب رياض إنجاز أو هلأ إنجاز نحن عندنا إنجازات وايد لكن نحن لأسف لا ننظر لها نظرة إنجاز وليس هنا نوصاب بإحباط فإذا الواحد إذا كان يبي ينمي تقدير الذات عنده لازم نشوف الأعمال قاعد يسويها هي إنجاز فلما قلت لهم الكلام هذا أستاني سأقول لنكتبها حين نكتب وصل عدد فلما أكتبه ورقاء كلها قال يقول الحين حسينه بتقدير الذات عندنا فهذا الشي الأول بالنسبة حق موضوع تقدير الذات الأمر الثاني اللي هو تحديد الغايات شنقصد تحديد الغايات هو عبارة عن تحديد الأهداف فواحد إذا ما كان عنده أهداف في حياته رح يكون ضايع رح يكون كأنه في ضعف في نفسه ما عنده شي بيوصل له فيحس أنه فيه شنو نقص في تقدير ذاته لأنه يشوف يعني كلما كانت رؤية الإنسان فيما يريد أن يكون زادة تقديرا لذاته ليش؟ لأنه يعرفا رايح مثل ما يقول واثق الخطة يمشي مليكا فالواحد كلما كانت رؤيته فيما يريد أن يكون في المستقبل رح يكون واثق من نفسه بشكل كبير ويقدر يقدم بحيث أنه ينجح في هذا المجال الأمر الثالث الأمر الثالث اللي هو استثمار الإمكانيات كلنا عندنا قدرات كلنا عندنا مواهب كلنا عندنا طاقات الواحد إذا ما اكتشفها ما استغلها رح تموت معاها هذه القدرات فأول أمر لازم اكتشف قدراتنا وإمكانياتنا شنو أنا أتميز فيه أنا أتميز أنا مثلا في التعامل مع الجمهور والحديث في الإعلام في المحاسبة في الهند في القيادة وفي غيرها في الموضوع شنو الضبط أنت تتميز فيه إذا اكتشفت قدراتك لازم تستثمرها في تحقيق غاياتك اللي أنت حطيتها ثلاث الأمور أساسية تقدير ذاته عبارة عن معرفة إنجازاتك ومحدث غاياتك ومستثمر إمكانياتك فيما يحقق هذه الغايات يمكن ذكرت قبل شوي عن سحافة الإنجاز أن أنا وقدر سوي 200 إلى 500 إنجاز باليوم وأنا أذكر أن مرة سمعت فيديو مرة علي أن يقول لك مجرد أنك ما تقوم منه مترتب فراشك فهو أول إنجاز صحيح يمكن أن عبد الحوان تذكرتها حين نقطة وايد حلوة وايد ناس ساب بدر يقول لك أخلي الناس هي تقول شنو إنجازاتي ما قدر أنا أقول شنو إنجازاتي يعني يا أنه يكون مثلا متردد أو نقولها بالكويتي مستحي من إنجازاتي يقول ما يصر واحد يقول أنا إنجز وإنجز فيها شوية نسبة من الغرور لازم الناس تقول لي صح؟ وهذا أكبر غلط غلط هذا غلط لأنه بالنهاية أنا مو مرتبط يعني مثلا لو واحد يقول أنا حفظت وجه من القرآن إنجاز ولا إنجاز عظيم بأ أنت تقول إنجاز فيها ناس يقول بس فيها واحد يمكن حافظ القرآن كله فقط تقول غلط begun؟ فلا moins يشوف انجاز بس أنا شخصيًا يشوفق إنجاز ولا إنجاز لأن أنا حققت شيء حافظت شيء قرأت كتاب إنجاز ولا مثلا بالشهر قرأت كتاب فيها ناس يقولون بالشهر خمس كتب يمكن يشوفر هذا مو إنجاز لكن أنا بذاتي هذا إنجاز بالنسبة لي أنا حققت شي فأنا بالنهاية ما ليشغل بكلام الناس بالنسبة لإنجازاتي أنا أعتبر الشيء اللي أنا أسويه هو إنجاز بغض النظر أنت قلت عيني إنجاز ولا ما هو إنجاز وهم وشغلك هذا الشغلي أنا إنجازي أنا مو أنت لتصغل إنجازاتي ولا أنت لتصغل أعمالي هذا أعمالي وحتسني أعمال عظيمة وكبيرة بالنسبة لي فأنا بالنهاية أزيد تقدير ذات عندي لأنه اللي قاعد أسوي شيء في ذاتي وفي المجتمع نعم حلو ما أعرف إذا عندي تقدير لذاتي أو ما أقل تقديري لذاتي إذا هو عالي أو نازل هذا مرتبط تقريباً في ارتباط كبير في النظرات في الحياة عندنا حقيقة ثلاث نظرات في الحياة اللي هما؟ النظرة الأولى اللي هي نظرة الناس لنا الناس شنو تنظر حق بدر اليقوت الناس شنو تنظر حق فلان شنو تنظر حق الإعلام في عندنا نظرتين في الناس الناس يعني أن تشوف الإنسان شيء أو لا شيء شنو يعني قد أشوف مثلاً عبد الرحمن الجاسر هو الشيء شنو يعني شيء يعني عنده شيء ميزة قد يكون عنده مال جاه منصب علم أخلاق جمال أي شيء ذا قيمة يمكن مثلاً عند عبد الرحمن فالناس تشوف أنه هو الشيء فتتقرب الناس له بحكم هذا الشيء أو أن الناس تشوف حق الإنسان ثاني وهو لا شيء شنو يعني هو نكيره وهو ولا شيء فمثلاً واحد يقول حق فلان أنت إنسان فاشل أو غيبي أو ما تفهم هذا كلام الناس حق منه؟ حق الإنسان فهني نظرة الناس التخدير ما يكون؟ أو ما يعرف عن طريق كلام الناس يعني؟ لا الآن هذه نظرة نظرة واحدة اللي هي نظرة الناس لنا في ناس ما يتأثرون في نظرة الناس صح أو لا؟ مية برمية صح فمثلاً واحد يقول أنت إنسان غيبي حتى مرات الوالدين يقول حق عيالهم يا غيبي يلي ما تفهم فهو يعتقد أن كلام أمه صح فيتقدم هذا الشيء يقتنع في صحيح الإنسان غيبي فهي طعمة كبيرة فهني نظرة الأولى النظرة الثانية عندنا هي نظرة الإنسان لذاته أنت شو أن تنظر لذاتك؟ هل تنظر لها شيء؟ ولا لا شيء؟ هل تنظر أن عندك شيء ميزك؟ في عندك علم عندك أخلاق عندك منصب عندك شيء يكفي أن الله سبحانه وتعالى كرمك ولا قد كرمنا بني آدم هذا أول شيء والشيء الثاني أمور كثيرة أو أن أنت تنظر لذاتك أنك إنسان لا شيء ما عندك شيء ميزك نظرة الإنسان لذاته هي جوهر القضية كلها نشنو الإنسان ينظر لذاته في بعض الناس مثلا نشوف أن في بعض الناس يشوفون نفسهم أنهم إنسان ناجحين وهم شيء في المجتمع فراح ينعكس هذا السلوك أو هذه النظرة لسلوك الواقعي فيكون ناجح وفي ناس يقول مثلا تعتقد أنه إنسان غبي ما يفهم فاشل فكذلك رح ينعكس هذا الشيء وراح يكون في حياته إنسان غبي وما يفهم فاشل هذه نظرة الإنسان لذاته النظرة الثالثة اللي هي نظرتي لنظرة الناس لي أنا أصدقها أو ما أصدقها يا السلام عليك نظرتي لنظرة الناس لي شون يعني الكلام يعني واحد لو يقول لي مثلا أنت غبي أنا هنا بين خيارين يا أنا أصدقها وأتقبلها وأؤمن فيها أقول خاص أنا إنسان غبي أو أني أنا أرفضها أقول لا أنا مو غبي أنا ذكي فهني نظرة الناس بالنسبة لي شونو أنظر لها من ذلك خلاطكم لنبي عليه السلام قبل الدعوة الإسلامية قبل اللي بدأ في الدعوة الإسلامية شونو الناس كانت تنادي وبعد ذلك إنقلقت الآية وقالوا ينادونا شـي ثاني طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأثر كلام الناس كان نستانا سوى شيء يقوله صادق الأمين وبعدها يقول مثلا ساحر كذاب يمكن يقول ها لكن هو نظرته لذاته يعرفه صح أنه صادق وأمين مرسل من عند الله سبحانه وتعالى فهني نظرة الناس بالنسبة لنا ما لها علاقة في الطبق الاجتماعي ولا لها علاقة في موضوع اللي هو المال فلوس واحد غني فقير هذا مثل واحد عامل يشتغل في الحرم المكي فقال له واحد قال تعال خلي أعطيك بعطيك فلوس فقال له مشكل ما بي شو من أنت أكساك فراش شنو قال له أكساك فراش فهو نظرته حقا فقال له تقليل من شأنه بالضبط فقال له لا 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 قال له أنا الله اختارني من بين كل الناس على شأن أي مكة وأخدم بيت الله وأخدم حجاج الله فهني نظرته شنو نظرته قدر ذاته في هذا الشي وكان شيء في هذا الوجود نزيل أستاذ بذر إحنا نسمع فيه ناس يقول لك أنا ودي أغير من نفسي أنا إن شاء الله رح أغير من نفسي بشوف شنوعيوبي وينه قاد الضعف والقوة في شخصيتي عشان أطور نفسي وصير إنسان أفضل الناس اللي عندهم التقدير الذات يقول لك لا أنت لما تقدر ذاتك لازم تتقبلها وخلاص مثل ما أنت فالحين قاعد نشوف فيه فريقين فريق يقول لك تقبل نفسك مثل ما أنت وضع عيوبك تعايش معها ولا تحاول تصلحها لأن هذا جزء من تقبل الذات والفريق الثاني يقول لك لا أنت لازم تعرف شونا عيوبك وتصلحها جميل وين الخين؟ حلو عندنا نحن تقبل الذات عبارة عن أن أنا أتقبل شكلي أتقبل بنهاية إمكانياتي وأطورها بالنهاية مثلا واحد يقولون ليس متقبل ذاته مثلا في بعض الأحيان اللي ما عندهم تقدير ذات كبير أو نظرة الناس تهمهم وايد أو نظرتهم لذاتهم مثلا وايد ضعيفة فواحد مثلا جسم وايد قوي فتنس ما شاء الله فسن يشوف نفس المنظرة ها تني أنا ضعيف ولا واحدة جمال طبيعي عادي فتشوف نفسها ها والله تني يبيلي أنا فيبالغ مثلا هذا الشخص يقوم يطيق هرمونات ولا قروث ولا غيرها على أساس يكبر جسمه وكذلك البنت هذا الشيء نفسي فتلجأ ليش لأنها قد تنظر لنفسها شنو تقدير منخفض أو سطح يكون يعني بس بالشكل الخارجي أو سطح أو ما عندها قيمة تشوف نفسها فيه مثلا واحد يقول هذا الشيء لنا عنده علم هذا الشيء عنده كذا ايا ما تشوف عندها شيء ميزه فشن تسوي خلاط أسوي عمليات تجميل وايد مبالغ فيها بحيث أن أنا ألفت النظر بالشكل الخارجي قد يكون خاوي من الداخل هذا الشيء قد تكلم فيه تقبل الذات أنا أتقبل نفسي وشكلي وأنا أسعى في تطوير مهاراتي وإمكانياتي طبعا الواحد يعرف قدرات إمكانياتها هذا شيء ضروري في تحقيق النجاح الواحد يريد أن يتغير فيه خطوات لا يصير القلب تغير مني والطريج ويتخبص في هذا الأمر يلا لدينا خطوات شكل سريع شكل سريع برهم ستة وايد شكل سريع أول شيء يسمونه أوقف الأسقاطات على نفسي أو على الآخر شون يعني أوقف الأسقاطات لا تقارن نفسك بشي تاني لا شون يكون أوقف الأسقاطات هو عبارة عن إذا واحد دلش اختبار وفشل فيه شي يقول والله كل من الدكتور اللي فشلني أو سقطني كل من الاختبار كان وائد صعب واحد انفصل عن حياته زوجية كل من زوجتي لوام هذا أيوة يا السلام عليك واسقاط اللوم على الآخرين كل من العين خسرت من مشروع تجاري كل من الحسد كل من كل من يعني أنا ما فيني شي اللي حولي هم اللي بشكل فالمشكلة وين مو فيني أنا في الناس بس يسقطوا لهم هذه لازم أوقفها لأن أهو ما يبشعر تأني بداخلي في قط الثالف على منه على فلانه على علان على أساس يحس شعور داخلي يعني مريح الأمر الثاني يقول يا بتعال مشكلة عندك أنت مرحة ثانية هي استيعاب الاستيعاب أني أنا أعترف أن المشكلة فيني أنا مو في الآخرين يا واحد مو يدعصبي يقول بتعال أنت عصبي يقول لا هو أنا أرفزني ما حدث أسقطت له صح فأيقول لا أنت ما تضبط الانفعالات تصج والله آه أوكي أنا عندي ضعف في ضبط الانفعال فأني أعترف المشكلة وهذه المرات الناس لا تعترف تحسني نقطة ضعف لا بالعكس نقطة قوة أنا عرفت سلبية من سلبياتي فيما رأى وراها مرحلة الاستعداد استعداد مثلا أنا لا أعرف أضبطين فعالاتي فأنا أحتاج أنه واحد يمكن استشاري نفسي أو استشاري في الكوتش في الحياة أو غيره وشون أنا أضبطين فعالات أنت لازم تسوي كذا كذا حطاني خطة المرحلة اللي بعدها لازم يطبق هذه الخطة التطبيق فلما أطبق الخطة أشوف نتائجها قاعد تطلع معي صح وبعدها يكون عندنا مرحلة المحافظة والصيانة وهذه الخطوة الأخيرة هي القضاء المشكلة أو الوصول حق الهدف لأنا به هذه المراحل يجب أن يتدرك فيها بحيث أنه يمكن أن يتخلص المشكلة أو أن يوصل حق الهدف الذي يوصل له جميل بخلاصة هذا اللقاء سيد بذر أنت تطور من ذاتك أو تتقبلها هو مشوار يأخذ وقت و يجب أن تكون صبور و أيضا الصبر يجب أن تكون صريح إذا لا ترون أنت عندك عيب لا تحاول تتهرب بالعكس واجهة و يجأي له الاختصاص لكي يتطقون ويعدلون الجوانب النقص و حلو أننا نتقبل ذاتنا لا نستطيع أن نتقبل ذاتنا أمي بالميام لأننا لا نحن كاملين لأننا لدينا رب العالمين لكن لو نصل بس نسبة من الرضا نحن نتقبل ذواتنا في زينها و شينها لكن لا ننكر أغراض أهم شيء أنني لا أقول سبب بفلان أو علان لأنه بالفعل هذا يمكن شيء منتشر من الناس و كل الناس ترون أنها بخير وعافية و لا تحتاج تطوير و بالصح أنه تحتاج الاستشارات بين حين وآخر صحيح شكرا لوجودك اليوم وعلى هذه المعلومات ونصائح الحلوة الله يسرح شرفي فيكم أيك الله الله و كنا مع سابة بدل ياغوت مدرب في التنمية البشرية و رح نطلح هذا الفاصل الصغير و نجدو أن نكمل حلقتك اليوم